اشتركوا في القناة وكيانات موحدة لمواجهة تحديات كبرى العالم الآن صار يتجه نحو الكيانات الوحدوية وصارت الدول تلجأ إلى بعضها البعض من أجل صناعة كيان موحد للتعاون في وجه التحديات الصحية والملاخية والبئوية والتحديات المختلف أنواعها التي صارت تواجه المجتمع الدولي حيث نرى الاتحاد الأوروبي كيف تكثفت جهوده في مواجهة جائحة كورونا العالمية التي لا زالت تهدد البشرية ولا زالت تضرب أقوى الاقتصاديات الدولية وصارت حتى دول مجموعة العشرين التي تعتبر الأقوى من حيث قدراتها الاقتصادية وهيمنتها على اقتصاد العالم ومن خلال منتوجها المحلي صارت أيضا مهددة في اقتصادها وحدث هناك نوع من التدهور في القدرات الشرائية والقدرات الاقتصادية وما إلى ذلك من هذه الأمور أما الدول الضعيفة الدول الهشة الدول التي تملك الإمكانيات ولكنها لا تملك القدرات الدول التي لا تملك اقتصاد أصلا الدول التي تعتمد على اقتصاد الريع فإنها مهددة ليست فقط من حدودها بل حتى مهددة أصلا في وجودها إذن الاتحاد الأوروبي دول في أمريكا تتوحد الاتحاد الإفريقي الذي هو أصلا اتحاد هش بسبب هشاشة الكثير من الدول الإفريقية نجد المجلس التعاون الخليجي الذي تحول إلى قوة إقليمية بل قوة دولية دول خليجية صارت مؤثرة في القرار الدولي نعم يحدث ذلك في حين نجد جامعة الدول العربية عبارة عن كيان هش جدا لم يتغير لا في ميثاقه ولا في شكله ولا في تأثيره ولا في دوره منذ تأسيس هذا الكيان في الأربعينات حيث أن جامعة الدول العربية تحولت إلى جامعة أنظمة عربية يلتقي وزراء الداخلية يلتقي وزراء الخارجية فقط لقاءات شكلية من أجل اللقاء بحد ذاته أما التحديات التي تواجه الدول هناك التي تم تدويلها كما حدث مع ليبيا كما حدث مع سوريا حيث شهدنا دور الجامعة العربية كيف كان بائسا في ليبيا وأيضا كيف كان سيئا للغاية في سوريا حيث أرسلت جامعة الدول العربية مراقبين إلى سوريا لا يملكون حتى الأقلام لا أقول هذا الكلام كمحلل بل كنت أحد المشاركين في هذه البعثة واستقلت منها احتجاجا على مهمة تحولت إلى مصرحية عبثية يجري فيها العبث بدماء شعب أمام نظام مارس شتى البطش بحق الشعب السوري المهم في ظل هذا الوضع الدول صارت تتعاون الدول اتحادات لا تترك دولة ضعيفة تحولت هذه الكينات إلى دول إلى كياء جسد واحد كل دولة عبارة عن عضو لا يسمح لهذا العضو أن يكون مريض بل الكل يتداعى له بالعلاج والدواء حتى يتعافى من الداء وبذلك تعود القوة إلى الكيان والجسد برمته في ظل هذا الوضع أين الاتحاد المغارب؟ من المفروض أنه الآن وخاصة في هذه المرحلة والعالم ما زال بعد لم يدخل مرحلة ما بعد كورونا بل أنه ينتقل من موجة إلى موجة أشد بطشا مما يؤثر على اقتصاديات الدول ويزعزع أسعار النفط ويضعف قدرات الدول الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية في ظل هذا الوضع لو كان لدينا اتحاد مغاربي لا تحولت دول المغرب العربي إلى كيان واحد في مواجهة ماذا؟ هناك تحديات مناخية كبيرة تهدد الوجود البشري هناك تحديات صحية فيروسات هناك تحديات أمنية هناك الإرهاب هناك المنظمات ليست إرهابية ولكن المنظمات الإجرامية هناك تهريب الممنوعات طبيعيذ الأموال هناك شبكات لتهريب أموال الشعوب وثرواتها نعم هناك تحديات عبر الحدود والأخطر في ذلك هي التحديات البيئية والتحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية التي صارت تهدد البشري لا تقولي أنني مثلا كالجزائر أنني دولة نفطية عندي الغاز معناها عندي القوة لا أخاف شيئا أسعار النفط راهي ممكن تتعلق بتغريدة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ينزلها للحديث ولا يطلعها لا ثقة في الأسواق العالمية والبرسات لا ثقة في أسعار النفط الباري حيكون سعر غدا يمكن أن ينزل إلى الحديث لذلك الدولة التي تملك الغاز وتملك النفط وفي عالم يتجه إلى مرحلة ما بعد البترون في ظل هذا الوضع لا تعتبر أنك دولة غازية نفطية معناها أنك عندك قوة اقتصادية الدول صارت تخطط إلى اقتصاد بديل وشهدنا المملكة العربية السعودية من خلال مبادرة 2030 للأمير السعودي محمد بن سلمان الذي بدأ يضع خطط في إطار محاولة إيجاد اقتصاد بديل لدولة تعتبر هي أهم دولة من حيث النفط في العالم لذلك في ظل هذا الوضع ماذا يجري في المنطقة المغاربية؟ ماذا يجري؟ يجري سباق التسلح بدل توفير هذه الأموال الطائلة لمواجهة هذه التحديات القائمة العسكر الجزائري صفق ورأختها يعني عشرات المليارات من الدولارات تذهب إلى التسلح من أجل ماذا؟ لا حروب في المنطقة لا أعداء يريدون أن يستعمروا هذه الدول لو كان تأتي القوة الكبرى تريد أن تستعمر هذه الدول والله لن تخسر عليها شيئاً حتى قوتها العسكرية والله فيها راداراتها وفيها سواريخها يمكن توقيفها من بعيد عبر زر من موسكو يعني هذه الحقيقة للأسف الشديد إذن سباق التسلح راه يلتهم في المليارات أيضاً المغرب يصرف أموال طائلة على التسلح لأن المغرب عنده تحدي كبير يتمثل في القضية الصحراوية ممكن في أي لحظة يصير في حرب يعني هو يستعد والجزائر ما هي الحروب التي وجهتها؟ ما أنفقته الجزائر في مرحلة التسعينات في العشرية السوداء بسبب ما سمي أنذاك الإرهاب والجماعات الإرهابية وبسبب أساساً من قرارات شيطانية من ضباط فرنسا أنذاك الذين أدخلوا البلاد في حرب أهلية لا تقدر بثمن أكثر من سبعين مليار دولار خسائر أموال طائلة صرفتها الجيش وأنفقتها على السلاح والعتاد والذخيرة لا يمكن وصفها أرواح بشرية ربع مليون جزائري تم قتل في سنوات قليلة ودخلوا في البلاد إلى خسائر لا تعد ولا تحصل ومنذ ذلك الحين والعمل جاري في إطار صباق التسلل بدل أن تخصص هذه الأموال خلاص عندك أسلحة ما يكفي إذا كان أنت منذ 62 في استقلال للحظة هذه مؤسسة العسكرية التي تدعي أنها هي الأقوى في المنطقة لا تصنح لا سلاح ولا تصنع شيء ولا ذخائر ولم تصنع حتى سيارة سيارة عسكرية حتى السيارات التي صنعوها مركبة جايبين للعتاد من الخارج كل شيء يدير لها التركيب فقط من الذي صنعته هذه المؤسسة العسكرية التي أنفقت عليها الدولة الجزائرية من عرق الجزائريين ومن أموالهم ومن دموعهم ومن دماؤهم ما لا تحصى من الأموال ما الذي جنته؟ تجيب أسلحة تحطها في المخازن بعد تخرش كين اللي فسدت معادش يجري استعمالها كين اللي تجاوزها الزمن كين رادارات وكين سواريخ وكين عتاد آخر بالمليارات خزنهم خزنهم حتى تجاوزهم الزمن وكل الفطر معينة يجري تجديد العتاد والعتاد اللي أول يرموه ويجيب عتاد واحد آخر إلى ماذا تستعد الله أعلى وأعلم الاستعداد الوحيد الذي ما كانوش حسبوله هو الإرهاب والإرهاب مش كون اللي ينتصر عليه ما يكذبوش عليكم أيها الجزائريون يقولو لكم بأن الجيش الشعبي الوطني هو اللي ينتصر على الإرهاب أبداً اللي استطاع أن يهزم الإرهاب في التسعينات هم القوات المدنية والباتريوت اللي تسلحوا من الشعب الجزائري من المجاهدين وأبناء شهداء وأبناء مجاهدين ومواطنين عاديين لرفعوا السلاح ووجهوا الإرهاب أنقذوا الجيش من جماعات بدأت تسيطر على الثقنات تدخل للكزرنات تذبح عسكريين في كزرناتهم وتدينهم الأسلحة وهذا الذي حدث في بوغ الزول حدث في رغاية حدث في عدة كزرنات على مستوى القطر الجزائري حدث يعني صبحت حتى انشقاقات في المؤسسة العسكرية ضباط هربوا إلى الجماعات هذه والتحقبية صراء لي صراء هذه الحرب الوحيدة اللي خاضها الجيش الوطني الشعبي منذ ثلين وستين وكاد أن يهزم فيها لولا التكاثر في الشعبي لأن هذه الجماعات آذت الشعب الجزائري الآن إلى ماذا يستعد يعني منذ الثلاثة وستين منذ حرب الرمان أنتم تستعدوا عسكريا لمواجهة المغرب وتحشدون في القوات وتشتروا في الأسلحة ولا شيء لو هذه الأموال التي خصصت إلى أسلحة عفى عنها الزمن خصصت إلى استثمارات وإلى أصمى صانع لا صارت الجزائر تنتج أسلحة الكفاءات الجزائرية التي هجرت وتردت لو أنها بقيت تعمل في الجزائر لا صنعت العجب والعجاب أنا زرت الولايات المتحدة الأمريكية والتقط معهم جزائريين عندهم براءات اختراع لا تعد ولا تحصى في مختلف المجالات وهذا يحدث موجودة هذه الطاقات في فرنسا في أوروبا في أمريكا في كل قرات العالم ولكن هؤلاء لا مكان لهم في الجزائر المكان فقط لما عندهم الثلاثة ابتدائية والرابعة ابتدائية اللي أصبحوا بقدرة قادر جنرالات وينظرون حتى في الاستراتيجيات وفي نظريات الاستعمار والقابلية للاستعمار وصار كل واحد منهم تحول إلى مالك بن نبي يحمل رطبة جنرال كما هو الحال بالسعيد جنغريان يعني إخواني الكرام أن قلت لكم أن العالم الآن يحتاج إلى تكتلاه يحتاج إلى كينات وحدوية انظروا مجلس التعاون الخليجي حدثت فيه أزمة كبيرة تتمثل في المقاطعة التي جرت لقطر ولكن أصحاب القرار في هذا البيت الخليجي أدركوا حقيقة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التكتلات وليست إلى الصراعات وهكذا بالأمس كانوا في صراع وتحول ذلك الصراع إلى مجرد ماضي رموه وراء ظهورهم واتجهوا إلى الأمام اليد في اليد لكل واحد يسخر في اللوبهات اللي يعملهم من أجل خدمة المصلحة الخليجية نحن المنطقة المغاربية على فوهة بركان بيننا وبين الثفة أخرى البحر الأبيض المتوسط تحديات خطيرة الهجرة السرية اللي يجي حتى من دول الإفريقية المختلفة وصارت المنطقة المغاربية منطقة من قبل كانت منطقة عبور للهجرة السرية والآن صارت منطقة تنتج الهجرة السرية وهذا الذي يحدث مثلاً مع الجزائر حيث آلاف الجزائريين يهربون لذفة أخرى كيف ستواجه الاتحاد الأوروبي إذا كشر عن أنيابه ويريد الهيمن على الثروات وهذا الذي يحدث في القارة الإفريقية وفي الدول الإفريقية حيث ثرواتها تنهب من طرف مستعمر الأمس وثق مقاربات أمنية مختلفة نعم هذا الذي يحدث بدل أن نكون جسد واحد نقاط القوة لدى المغرب تكون تضاف إلى نقاط القوة لدى الجزائر والمغرب يساعد الجزائر في نقاط ضعفها والجزائر تساعد المغرب في نقاط ضعفه والأمر سيان مع الدول المغاربية الأخرى ومن المانع أن تنظم مصر والسودان ويكون هذا الشمال الإفريقي كيان موحد لدول الشمال الإفريقي وهي كلها دول عربية وإسلامية من المانع أنها تتحول إلى قوة واحدة التنقل بينها يكون إلا ببطاقة الهوية عندنا وش عندنا بالأزمات؟ ما عندنا حتى أزمة إلا أزمة الصحراء الغربية يصنع هذا الكيان ويجلس هذا الكيان ويحلها بصفة نهائية الجزائر كي يروح المغربي لا يسألون أنك جزائر والعكس أيضا وهكذا بدل هذه المنافسة الأمنية بدل أن نظام الجزائر تحول إلى عدو إلى النظام المغربي والنظام المغربي أيضا تحول إلى عدو للنظام الجزائري وهذا بسبب هذا الملف الملغوب بدل أن الجيش الجزائري يتفرغ إلى مهام الدستورية لمواجهة تحديات أمنية كبيرة في منطقة الساحل والصحراء بدل أن هذه الأمور ويحدث تعاون عسكري بين كل هذه الدول راه متفرغ فقط إلى صباق التسلح ويحضر نفسه ويوجه سواريخه إلى جاره الغربي مؤسف جدا أن يحدث هذا مؤلم جدا أن يحدث هذا وتأكدوا يقينا أن الاستعمار قد تغير لم يعد ذلك الاستعمار الذي يغزوك بجنوده عبر الحدود بل تحول إلى أن غزوا أفكار غزوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي غزوا عبر جيوش إلكترونية يدخلوك في بلدك ويستغلوا ظروفك الداخلية البائسة يستغلوا سياسة الأنظمة التي صارت بلا قيمة وبيلا مشروع يستغلوا الظلم الذي مسلط على الشعوب ويحولوا الشعوب أدوات تقاتل أنظمتها وأنظمة تقاتل شعوبها وبالفضل هذه الحروب الأهلية تتغدخل القوى الكبرى إما أنها تدعي حماية الشعوب أو أنها تحمل أنظمة في إطار الأمن القومي وبذلك يتواجدون عسكرياً على تراب المغرب العربي الكبير الآن دخل المشروع الإسرائيلي يتواجد في المغرب وسيدخل إلى دول أخرى ويتواجد في عدة دول إفريقية المشروع الصفوي الإيراني موجود في الجزائر ويخطط إلى أن يتواجد في كل الدول وإذا تواجد هذا المشروع وذاك المشروع الذين يكملان بعضهم البعض في مشروع تخريب العالم العربي الإسلامي من الداخل أبشر حينها بالخراب يا حكام المغرب العربي المنطقة بحاجة إلى كيان موحد وما يجري الآن فوالله الدول المتربسة في ظل هذا الوضع ستتحول هذه المنطقة إلى حق التجارب لأسلحة وفيروسات وأفكار هدامة وحروب عرقية وطائفية فالآن يغذون الصراعات بين الدول وأذكر كلامي جيدا الدور القادم سيأتي التحريض على الصراعات بين هويات مختلفة ثم بعد ذلك صراعات طائفية بين هذا كذا وذاك كذا وهذا الذي سيفتت هذه الدول من الداخل لا تقول أن الجزائر قوة ضاربة ولا تقول أن المغرب صار أقوى من الجزائر وأنه هزم الجزائر صراع المغرب الحقيقي ليس ولا هدفه أصلا أن يهزم الجزائر ولا الجزائر أيضا تكون أزندتها أنها تهزم المغرب وتحقق قوتها ضد المغرب فقط وتتباهى ضد المغرب بل الكل يجب أن يكون جسد واحد ضد تحديات عابرة للحدود وعابرة للقرات ماذا أعددتم لو ضربت البشرية بفيروس أشد فتكا ماذا أعددتم للتحولات المناخية التي ممكن أن تهد الدول بالزوار ماذا أعددتم لهذه التنظيمات التي تتكاثر في ظل انتشار الفقر في ظل انتشار الجوع يزداد الإرهاب والإرهاب لن يسأل هل أنت مغربي أم جزائري أم تونسي أم ليبي أم مصري أم شيء من هذا القبيل بل أنك إنسان تعاديني هذا هو المنطق وهذه الأدوات الإرهابية هي عبارة عن تبشير غيوم الاستعمار التي وغيوم الغارات الكبرى على العالم الإسلامي والعالم العربي إذن حاجة المنطقة لاتحاد مغاربي قوي ضرورية وهذه لن تتأتى في ظل هذه السياسات العدائية والعدوانية يجب أن أخطر ما يهدد ويضرب الاتحاد المغاربي هي مسألة العداء بين الجزائر والمغرب لهذه اللحظة المغرب قدم يد الحوار إذا كان المغرب مارسة في الماضي أعمال عدائية حتى الجزائر مارست أعمال عدائية ولا يجب أن نسترسل في ما فعل هذا وما فعل ذات التحديات القادمة أكبر من أن نضيع أوقاتنا في حصر وفي إحصاء أعمال حدثت في الثلاث وستين ونضيع وقتنا في حكاية حرب الرمال ومغالة وما إلى ذلك والقادم تأكدوا يقينه سيؤكل كل وطن لوحده كشات القاسية إذا خرجت من سربها ومن قطيعها ولا يوجد ما يكون قوة في المغرب العربي إلا الاتحاد إلا الاتحاد مشكلة الصحراء تحالج العالم راه ممكن يتوجه إلى أنها دول تنظم إلى بعضها البعض تصير دولة واحدة واذكروا كلامي جيدة أوروبا الآن راهي شبه دولة واحدة حقيقة عندها رؤسة ولكن هي دولة واحدة تقريبا وربما في المستقبل ستصل الأمور إلى أبعد من ذلك هناك دول صغيرة ستذوب في دول كبرى من أجل أن تتحول إلى قوة في هذا الوقت الجزائريون والنظام العسكري الجزائري الذي منذ نشأته وهو يصادر حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ليس له شعار الآن إلا تقرير مصير الشعوب ويقصد الشعب الصحراوي فقط حتى الشعب الفلسطيني رأي في آخر اهتمامات مجرد شعار لدغدغة مشاعر الجماهير فقط هذه الحقيقة التي يجب أن تكون فيها شعوب أخرى أرادت أن تقرر مصيرها وخذلتها أنظمة وحكومات وفي مقدمتها النظام الجزائري وأذكر الشعب السوري حيث أن النظام الجزائري تواطأ مع نظام بشار الأسد في كل المحافظ بل تم دعمه بالمال وبالغاز وبأشياء كثيرة كي يمارس حرب الإبادة ضد الشعب السوري والأمر الآخر هناك محتل قاشم يتمثل في إيران وميليشياتها التي دمرت هذه الدول وتتلقى كل الدعم بل الجزائر الآن خربت الاتحاد المغاربي وتريد أن تبني اتحاد آخر في حلف إيران الذي إذا لم يراجع حكام الجزائر أنفسهم سيكون هذا الحلف وبال على الجزائر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً بل أنه سيؤدي إلى تفكيك الجزائر إذا وصلتم بأعمالكم هذه وسياستكم أنتم تقولون أنكم أكبر دولة في المنطقة لذلك انهيار وفشل اتحاد المغاربي تتحملونه أنتم أولاً أما إذا كنتم دولة كالدول الأخرى فالمسئولية تتقاسمونها مع الجميع وربما بنفس الدرجات أو بدرجات مختلفة إذن حاجة المنطقة إلى اتحاد المغاربي يجب عليكم أن تربوا ما مغى وراء ظهوركم وتنظروا إلى الحاضر والمستقبل والذي يقتضي منكم أن تجلسوا في حوار حقيقي وشجاع بين أشقاء يريدون أن يتحولوا إلى كيان واحد يواجه هذه التحديات وليس إلى كيان مشتت والعدوانية تتصاعد وإن تجذرت في الشعوب كما تعمل الجيوش الإلكترونية فإن ذلك لن نكون نفكر حينها في اتحاد المغاربي بل سنسأل أين أوطاننا المغاربي نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أتنسوا الأعجاب بالفيديو manageكم hitting